اهلا بكم ندد مفتي عام ليبيا فضيلة الشيخ الدكتورة الصادق بن عبد الرحمن الغرياني الأربعاء باختطاف الشيخ عبد الرزاق مشير بامام وخطيب مسجد بن نابي بالعاصمة طرابلس واضاف فضيلة المفتي في برنامج الاسلام والحياة على شاشة التناصح ان كل من يدافع عن المظلومين في درنا يتهم بانه من تنظيم الدولة ويرمى في السجون في شأن اخر قال فضيلة المفتي بان دار الافتاء لا تعول على الشعارات وانما تعول على العمل مضيفا بان الدار تؤيد كل عمل صالح وتنصره ادوى يتواصل اعتقال الشيخ عبد الرزاق مشير بامام وخطيب جامع بن نابي لليوم الثالث على التوالي قوة رضا الخاصة كانت قد اعلنت عن مسؤوليتها عن اعتقال الشيخ مشيرب وذكرت انه قيد التحقيق فيما لم تعلن عن الاسباب وراء ذلك هذا وكان مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام قد نفى صدوره اي امر بالقبض على الشيخ اكدت مصادر محلية من درنا بتوقف اغلب مخابز المدينة عن العمل بسبب النقص الحاد في الدقيق وقالت المصادر ان ثمانين مخبزا توقفت بشكل نهائي من اصل قرابة التسعين فيما تعاني المدينة من اوضاع معيشية صعبة نتيجة للحصال المفروض عليها من قبل ميليشيات ما يعرف بالكرامة والتي تمنع دخول كافة السلع الاساسية اصيب ثلاثة من ميليشيات الصاعقة التابعة لما يعرف بالكرامة في اشتباكات محور الفندق البلدي وسط بنغازي وذلك حسب ما اعلنته او اعلنه المتحدث باسم ميليشيات الصاعقة ميلود الزوي واشار الزوي في تصريح صحفي لوقوع اشتباكات مباشرة مع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي مضيفا انها اخر نقاط تمركز مقاتلي المجلس واضف المتحدث باسم ميليشيات الصاعقة بان المعركة لم تحسن بعد وذلك بسبب كثرة الالغام وتحصن قوات مجلس شورى الثوار داخل المنازل المهدمة على حد زعمه قالت نائبة رئيس الاتحاد الاوروبي فدريكا ريكاييري ان بعثة المساعدة على الحدود التابعة للاتحاد الاوروبي تخطط لتقديم بعثة تدريبية واستشارية في ليبيا النائبة اوضحت ان البعثة ستكون في مجال ادارة الحدود وانقاذ القانون وانفاذ القانون عفوا ودعم نظام العدالة الجنائية مؤلنة في كلمة لها امام البرلمان الاوروبي ان الاتحاد الاوروبي نفذ برنامجا ب46 مليون يورو للمساعدة على ادارة الحدود الجنوبية لليبيا مضيفة بانهم حاضرون في الجنوب الليبي مع ثلاث بعتات للاتحاد الاوروبي في منطقة الساحل من اجل انشاء قوة مشتركة وفق ما قالت تفاصيل اوفا في نشرة السابعة انتظرونا اشتركوا في القناة